على صعيد آخر وصل أحباد فراعانة السلاح السيطرة على فعاليات اليوم الرابع من بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين وطبعا هي البطولة المقامة في مدينة ليجوس النيجرية خلال الفترة من 23 وحتى 27 من فبراير الجاري حققت البعثة المصرية نجاح كبير الحقيقة حيث توج اللاعبين المصريين أمس بتسع ميداليات متنوعة جديدة بواقع ذهبيتين وفضياتين وخمس ميداليات برونزية وبكده بيكون حصل الفراعانة على إجمالي 36 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 10 دهب و10 فضة و15 ميدالية برونزية ب35 ميدالية متنوعة طبعا إنجاز محترم جدا وإن شاء الله المزيد والمزيد من النجاحات إن شاء الله دايما يبقى كنا الواحد يبقى عنده أخبار شوية بتزعله وشوية بتفرحه بس إحنا هنرجع نقول تاني حتى لو عندنا أخبار يعني مش أحلى حاجة عن النادي الأهل النادي الأهل بيبقى كفيل إنه هو يرجع ويفرحنا مرة تانية وفي أقرب فرصة فإن شاء الله كل التوفيق